أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد إذن إقاف نشاط 21 جمعية لشبهة فساد مالي وتحجير الصفر على رجل أعمال بارز وفتح أكثر من 45 بحث تحقيقي في حق عصابة أنستالينغو إذن ونمر للموضوع الأول وهو إقاف نشاط 21 جمعية قرر والي تطوين حافظ الفتورية إقاف نشاط 21 جمعية ناشطة بالجهة لشبهة فساد مالي ويأتي ذلك إثر الأبحاث وتحريات قامت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن بإذن من النيابة العمومية وقد تمت إحالة ملفاتهم إلى القطب القضائي والمالية وموضوعنا الثاني وهو تحجير الصفر على رجل أعمال بارز وفتح أكثر من 45 بحث تحقيقي في حق عصابة أنستالينغو إذن أكدت مصادر مطلعة لنا بأن النيابة العمومية بمحاكم تونس وسوسة والمنسيرة قد قررت الإذن بفتح أكثر من 45 بحث تحقيقي في حق عصابة أنستالينغو وكما علمت مصادرنا بأن النيابة العمومية قد قررت مؤخرا الاستماع إلى عدد من المتضررين والمشتكى بهم بالإضافة إلى عرض رجل أعمال بارز على القيس وتحجير الصفر عليها ويأتي ذلك عقب رفع عدد من المتضررين عشرات الشكيات الجزائية إلى النيابة العمومية بمحاكم تونس وسوسة والمنسيرة من أجل تكوين وفاق جرامي للاعتداء على الأشخاص والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهضم جانب موظفة وللإشارة فأن إدارة متا فيسبوك قامت أيضا بغلق عدد هام من هذه الصفحات المختصة في التشوية وأشارت معطيات إلى أن هناك حوالي 30 مدونا يقومون بإدارة هذه الصفحات المارقة عن القانون وغالبيتهم خارج أرض الوطن بين تركيا وفرنسا إذن كان خبرنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء